إضافة إلى نمسا سبع دول أوروبية تدعو لإعادة تقييم وضع سوريا للسماح بترحيل اللاجئين يعني مع الأسف سيد زندوح صار هذا الخبر يمكن أو هذا الحدث صار عنا حدث أسبوعي مع الأسف صارنا نتناوله بالأخبار على الأقل عنا كل أسبوع من خبرين إلى ثلاث أخبار عم يحكوا عن نفس هذا الموضوع يعني على ما يبدو أن النمسا فعلا مصرة وماضية في السياسة الخاصة بها في شأن يعني موضوع العزف على نغم أو على وطر ترحيل اللاجئين السوريون من النمسا إلى سوريا مجددا طبعا اليوم الخبر صراحة دقيق للغاية أستاذ ممدوح عندما يقول لك يعني سبع دول أوروبية التشيق قبرص الدنمارك اليونان إيطاليا مارطة كل هدول فعليا يعني طبعا قدموا ورقة عمل ورقة عمل للاتحاد الأوروبي ولهو الموضوع لا يتعدى أكثر يعني كما يقال اقتراح بصراحة طبعا يعني هذا الموضوع هو برعاية نمساوية بالشكل الأكبر رعاية الدنماركية بالشكل الأكبر لأنهما فعليا النمسا تحديدا على مشربة مقبلة على انتخابات إن كان على المستوى الاتحاد الأوروبي تريد أن تكسب أصوات وإن كان على المستوى الفيدرالي تريد أن تكسب أصوات في 29 نوفمبر المقبل يعني أستاذ ممدوح الموضوع هو لم يبدأ اليوم صراحة هو الموضوع بدأ فعليا عندما هلأ أقر البرلمان الأوروبي موضوع أنه تغيير قانون الهجرة من خلال عشر خطوات أو عشر ترتيبات خلينا نقول يعني فعليا ستبدأ بالتنفيذ قواعد نعم ستبدأ بالتنفيذ من 2026 المهمة أستاذ ممدوح اللي بدنا نقوله نحن اليوم يعني لكل من عم بيسمعنا وعم بيشاهدنا هلأ هي فعليا قضية أو موضوع اللجوء إلى النمسا اللجوء إلى أوروبا اللجوء إلى أي دولة اليوم بالاتحاد الأوروبي بصراحة الممدوح هي فعليا خلال السنتين إلى الثلاث سنوات بأقصى حد إلى الخمس سنوات ستصبح من الماضي الحدود ستقفل إن كانت من خلال حماية الحدود أو من خلال هذه التشريعات اليوم شو بقلك؟ بقلك اليوم اللاجئين بدنا ناخدهم على دولة ثالثة بدنا نحطهم على حدود الاتحاد الأوروبي لن يدخلوا الاتحاد الأوروبي وحتى من نجح بالدخول الاتحاد الأوروبي سيعاد إلى حدوده أو سيذهب إلى دولة ثالثة على غرار النموذج البريطاني إلى الارواندا فبالتالي ساذا نضوح يعني اليوم الاتحاد الأوروبي يتجه يتجه إلى اللا لجوء اللا لجوء وبدأ طبعا في لبنان أنه هناك مساعدات في حوالي مليار يورو على أساس أنه تمنع اللي يمنعه من الخروج يعني فعليا هي تمويل عصابات الجيش اللبناني تمويل عصابات عصابات حزب الله تنظيم حزب الله الإرهابي بصراحة بشكل أو بآخر أنا بدي أقرأ الأمر بشكل مختلف وليس أنه والله دعموا لبنان حتى تدعم اللاجئين في الأرض اللبنانية لا هم دعموا حتى حتى تقوم هذه العصابات المحسوبة على الجيش والمحسوبة على الدولة اللبنانية إن كانت حزب الله بأي طريقة يمنعه يعني حتى يمكن مع الأيام ممكن نسمع تم قتل عدد من السوريين هما هما في أحد المراكب الزاهبة إلى أوروبا لا نستبعد أن نسمع شيء من هذا الكلام يعني بصراحة أن لبنان هي ليست دولة استاذ ممضوع لبنان هي تشبه دولة يقال عنها دولة ولكن هي لا تمتلك مواصفات الدولة الذي يمتلك مواصفات الدولة عليه فعليا أن يحترم اللاجئين يحترم الحالة السياسية في محيطه لا أن يعمل على اضطهاد أشخاص هربوا من حروب وهربوا من أنظمة استبدادية فبالتالي استاذ أمضوح اللبنان إحنا نقوله موضوع ترحيل اللاجئين السوريين إلى سوريا هذا وهم ما دام لا يوجد حل سياسي في سوريا ما دام لا يوجد حل الجميع بقول لك يعني حتى اليوم في مقال نحن مقال أدعو لجميع من يشاهدنا اليوم أن يقرأ سمينا عليه سمينا عفوا أن أطلقنا عليه من الألف إلى الياء حول ما تريد النمسا من سياسة لماذا يريد وزير الداخلية النمسا ويكارنر ترحيل طالبي اللجوء إلى سوريا أدعو فعلا كل من يسمعنا أن يدخل إلى الموقع الفقرات.com ويقرأ هذا المقال يقول لك هذا المقال لا يمكن مستحيل تطبيق سياسة الترحيل مستحيل أن تطبق سياسة الترحيل إلى سوريا لأن سوريا نظام الأسد عليه عقوبات وإذا بدون يتعاملوا مع هذا الموضوع إذن بالتالي بدون يتعاملوا مع الأسد ولا يصلح قانونيا التعاون مع نظام الأسد لأنه عليه عقوبات فبالتالي هذا الموضوع أستاذ ممضوح في المرحلة الحالية لكل من يسمعنا ويشاهدنا هو الآن ليس أكثر ليس أكثر من دعاية انتخابية ينتهجها حزب الشعب حزب الشعب ليقول أنا ضد اللاجئين ضد السوريين ضد أي أحد موجود هنا أعمل على إغلاق الحدود أعمل على إغلاق الأبواب حتى لا يستطيع أحد فبالتالي الناخب النمساوي المسكين الذي يقتنع بهذه الخرافات التي يقوم بها حزب الشعب وغيره بأن يقوم بالتصويت له ولا أعتقد أن هذه الكيوانة المشروخة الاستوانة الاستوانة المشروخة فعلا ستجيب له النتيجة وفعلا سيقدروا أنه فعليا يتم ترحيل يتم انتخاب حزب الشعب بناء على هذه الشعارات على هذه الشعارات يعني أنت متوقع أني يمكن الناخب النمساوي دلوقتي أصبح ما بيصدقش الكلام أو الشعارات لا أعتقد أن شريحة كبيرة لا تصدق النقطة الأخرى موضوع اللاذقية اللاذقية يعني بصراحة أن نحن نزلنا صورة نزلنا صورة لهذا الخبر تحديدا قدامها وخطناه الدمار لا لا مش الدمار شو مكتوب نعم من جماهير صيادرة اللاذقية للسيد الرئيس بشار الأسد يعني يا جرهات كارنر يا سيد وزير الداخلية أنت بدك تبعث السوريين عند إرهابي بدك تبعث السوريين عند اللي استخدم الكيماوي ضدهم وأتل عشرات الآلاف بالكيماوي وبالأسلحة المحرمة دوليا وبالبراميل المتفجرة واللي معتقل ما يصل إلى أكثر من خمسمائة ألف شخص مغيبين بدك تبعث الناس لعنده يا جرهات كارنر أنت فهمان شو عم تحكي يا وزير الداخلية أنا لا أعتقد أن وزير الداخلية قادر أو يفهم أو يعقل ما يقوله أنا أعتقد أن وزير الداخلية اليوم تجي ورقة اطلع قول هيك بطلع بقوله أما هو في عاقل بقول هذا الكلام بس ده حديث مطول مع صحيفة الدفيلت المالية دليل أنه دليل أنه دليل أنه وزير الداخلية اليوم لا يفهم غير مطلع فعليا هو منفصم فينا نقول يعاني من حالة الفصام التي يتعامل معها يعني مثلا قال بدنا نرحل لعند الأكراد يعني منبلعة شوي لعند مناطق قصد والكذا قال بدنا نرحل لمناطق ماي بس لعند اللادئية يعني عند بشار الأسد عند معقل معقل النظام السوري بصراحة أنا أعتقد أن وزير الداخلية ينقصه الكثير من إعادة التأهيل والاطلاع الحقيقي على ما يقوله بغض النظر نحن مش قضية سوريا آمنة غير آمنة لا لا أنت عم تبعث الناس لعند مجرم لعند قاتل لعند إرهابي لعند إرهابي مصنف دوليا والاتحاد الأوروبي أقرأ أنه هذا الشخص إرهابي فعلي أساس وزير الداخلية عما يحكي هذا الكلام بصراحة أنا أعتقد أنه أنه ليس بكامل قوى العقلية عندما يقول أنني أريد إرسال السوريين إلى اللازقية لا يمكن قياس إجرام داعش بإجرام الأسد الأسد تربع على عرش الإجرام العالمي الأسد يا سيد الكريم اليوم يقارن بهتلر هتلر العصر هتلر المئة سنة الكارثية الذي أحرق ودمر اليهود وغيرهم من شعوب هذه البلاد التي نحن موجودين فيها فاليوم يا سيد الكريم الذي يقاص على بشار الأسد وما قام به من إجرام وليس فقط على مستوى السوريين على مستوى المنطقة كاملة المنطقة العربية لا يمكن قياس إجرام آخر